انتهت رحلة بحث الأحزاب المنضوية تحت مسمى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي عن قاعة الاحتضان ندوتها الوطنية التي أطلقت عليها تسمية ندوة الانتقال الديمقراطي والتي دامت أكثر من الشهر بعد أن وفقت وصالح ولاية الجزائر العاصمة على الترخيص بعقد الندوة بفندق منزفهون في زيرالدا في موعدها الثلاثاء المقبل بعد أن كانت مبرمجة في فندق الهيلتون وببروز مؤشرة في رج أزمة الأحزاب المحسوبة على المعارضة في الحصول على فضاء لاحتضان ندوتها بدأت تظهر ملامح الشخصيات والأحزاب التي لبت دعوة أحزاب التنسيقية التي كانت ولغاية الأمس في طي الكتمان منها جبهة القوى الاشتراكية التي أعلنت في بيان لها اليوم حضورها الندوة علي جدي وكمال قمازي وعلي بالحاج وعبدالقادر بخمخم سيكونون من بين الحضور في الندوة باعتبارهم ممثلين لقيادة الفيس المحل كما تأكدت مشاركة رؤساء حكومات سابقين هم على التوالي علي بن فليس وسيد أحمد غزالي ومقداد سيفي حيث وصل عدد الحضور المرتقبة ثلاثاء المقبل الأربعمائة شخصية حزبية ووطنية ويبدو أن الشخصيات التي وجهت إليها رئاسة الجمهورية بقيادة رئيس ديوانها أحمد أويحيا دعوات المشاركة في مشاوراته ورفضتها قد اختارت التخندق في صفوف المعارضة وتلبية دعوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي